أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من قفزات تنموية هائلة وتقدم عمراني وتنموي ينبغي الحفاظ عليه من المخاطر التي تهدده وفي مقدمتها الإرهاب وجدد سموه التحية للمجلس الوطني على ما أبداه من حرص على حماية المجتمع من الإرهاب من خلال مبادراته بشأن تشديد العقوبات على الإرهاب جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لعدد من كبار المسؤولين يتقدمهم سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي سيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من النواب وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ماضية في طريق التقدم والازدهار ولن تؤثر فيها العثرات التي يحاول البعض من خلالها تعطيل مسيرة التنمية لافتا سموه إلى أن الحكومة تحرص على أن تضع كافة الامكانات والموارد وتوجيهها لتطوير النهضة والتنمية في المجالات المختلفة وفي مقدمتها العنصر البشري الذي تعتبره الحكومة ثروة الوطن وأساس ازدهاره وشدد سموه على أن التوجهات التنموية للحكومة ترتكز على القرى والمدن من أجل توفير احتياجاتها من المشاريع التنموية التي تكفل لقاطنها المعيشة الملائمة التي تتطلع الحكومة أن يعيش المواطن في أجوائها موسيقى موسيقى رأس صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء وقد بحث المجلس عددا من الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات هذا وعقدت سعادة سيد سمير إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة عقدت مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة تحدثت خلاله عن أبرز الموضوعات والمذكرات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة وما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات حيالها تقدم المجلس في بداية الجلسة بخالص الشكر والتقدير للمواطنين على وقفتهم المشهودة في مواجهة الإرهاب ورفض دعوات العنف وشكر صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الداخلية وكل رجال الأمن على أداءهم واستمرارهم المتواصل في الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب ومن جهة ثانية وجه صاحب السمو رئيس الوزراء بمواصلة المشاريع التنموية والاستمرار بها في ظل الاستقرار والأمن الذي تنعم به مملكة البحرين لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين على أسس وخطط استراتيجية سليمة عبر الوزارات المعنية وبرنامج الحكومة وبالسرعة الممكنة وعبر صاحب السمو ومجلس الوزراء عن ترحيبه وسعادته بزيارة أصحاب المعالي رئيس وزراء اليابان ورئيس وزراء كوريا الجنوبية المزمعة لمملكة البحرين وأعلن مجلس الوزراء أيضا عن دعمه الكامل للشعب المصري وقيادته في كل خطواتهم لاستثباب الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية وأخيرا أوسى صاحب السمو الوزراء والوزارات المعنية على الاستمرار في تنفيذ توصيات المجلس الوطني في مجال محاربة الإرهاب ناقش المجلس في جمسته المنعقدة اليوم الأحد 18 غسطس 2013 بقصر القضيبية مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدوى الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن آليات الرقابة الموحدة على جميع المنظمات الأهلية وأوسط اللجنة بالآتي واحد الرقابة على المنظمات الأهلية التي تخضع لإشراف كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل لوزارة الثقافة وهيئة شؤون الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة الرقابة الرقابة على جمع الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين ثلاثة استخدام خدمات القطاع المصرفي أربعة التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة خمسة تطبيق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة أربعة عشر من المرسوم بقانون رقم واحد وعشرين لسنة 2013 ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن دراسة مدى استحقاق أعضاء القضاء العسكري بوزارة الداخلية للجوازات الخاصة أسوة بنظراءهم بالقضاء العسكري في قوى الدفاع البحرين ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن الجدول الزمني المقترح لتنفيذ التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية لإطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها من تحقيق الملاء المالية بما يضمن استمرار الصناديق في تحقيق أهدافها الاجتماعية وناقش المجلس أيضا ووافق في نفس المذكرة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتعديل المادة الثانية عشر من القانون رقم 13 لسنة 75 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والثاني بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته ناقش المجلس ووافق أيضا على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بشأن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وأوصت اللجنة بالموافقة على مقترح هيئة تنظيم سوق العمل باحتساب رسما شهريا قدره 10 دنانير عن كل عامل على أن يحتسب رسما مخفضا مقداره 5 دنانير شهريا عن أول 5 عمال لدى المؤسسة ويبدأ احتساب الرسم الكامل من العامل السادس فأكثر وسوف تستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 5 عمال حيث تشكل هذه المؤسسات 78% من العدد الإجمالي للمؤسسات العاملة في البحرين ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم بشأن مشروع مرسوم بإنشاء الصندوق الوطني لدعم رعاية الشباب ويهدف هذا المشروع إلى دعم ورعاية الحركة الشبابية بالمملكة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وإلى حث الشباب على العمل والمثابرة والكفاح والرقيب بالوطن وإلى خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للشباب المملكة وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية المختصة للمزيد من الدراسة ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح توقيع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين مملكة البحرين واليابان وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والزيارات المتبادلة والاستفادة من تجارب البلدين في المجال الزراعي وخاصة في المجالات التالية واحد تطوير أنظمة الزراعة بدون تربة اثنين تطوير استخدامات المياه المعالجة ثلاثة التقنيات الحديثة للزراعة ناقش المجلس أخيراً للبند الأخير ووافق على المقترح برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر بشأن مشروع قانون يتعلق بمنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين بشأن تعديل هذا القانون لأنه كان في قانون سابق بحاجة إلى تعديل